عايز تكلام على حاجة فيما يخش مبراطة الاهلي مبارح ومشاهدين. حاجات. طبعا. معايا 4 دقيقة. طيب. عاوزين نتكلم. مصطفى شبير مبارح كان فيه لقطة شهيرة جداً لمصطفى شبير. وهو بيزعق لريضة سليم في كرة من الكرات الخطرة جداً على النادي الاهلي. وشفتك تتكلم عليها مبارح. اللقطة دي هنتكلم عليها مهمة جداً في حاجة. مش مهم ان انت تبقى لعيب جامد قد ما مهم ان انت يبقى عندك وعي تكتيكي بالمكان وبالأدوار اللي انت مفروض تعمل فيها. طبعا. نيجي نستعرض الحالة. طبعا. طبعا. كولر عارف ان مازين بي كل لعبه على الكورة العرضية. فلما نيجي نبص على الحالة التانية فلما نيجي نبص عليها هتعرف على طول ان في مشكلة عند ريدا سليم. هنا مازين بي كرة بتاعته المعتادة هيلعب الكورة. اول ما راجل هيلعب الكورة العالية. عاوز اقولك بقى بص هنا اول ما ساكن بناتيك تنزل. شايف الدائريتين اللي هناك دول. نرجع نرجع فيريم القابل. ده ريدا سليم والباك لفت بتاع مازين بي. مين سابق هنا كريم؟ ريدا سليم. الكورة لما تنزل اول ما الكورة نزلت بص بقى مين دلوقتي بدأ يزبق. الراجل بتاع مازين بي بدأ يزبق. نكمل الكورة اللي بعدها. فبعد كده مازين بيخد الكورة وبدأ يجمع. بص بقى فرق المسافة في الكسل ريدا سليم في التغطية. بص بقى هنا محمد هاني مع الوينج. بص بقى المساهم بدأ يكبر ازاي. من راجل مرقص وسامة ابو عالي ورقص احمد عبدالقادر. الصورة اللي بعدها. بص المسافة عمالة تكبر. فالراجل اول مرقص بقى محمد هاني معه اتنين. محمد هاني اللي مظلومة على طول. دايما الوينج اللي معها سواقه في المنتخب اول اهل ما بتضعفه. بص بقى الريضا سليم فين. كرة لما تلعبت خبطت فين. في احمد نبيل كوك. اول بص الكسورة اللي بعدها عطول. كرة تغبط في احمد نبيل كوك. فعملت باند فعليت جدا. مصطفى الشوبير هنا حاجة عملها. سمحاتش خد بالو منها. اول ما الكرة بدأت تنزل. مصطفى الشوبير كان هطلع ياخدها. شوف الفريم اللي بعده. خد خطوة. وبعد كده ام ايه. بص الريضا سليم مش معنا في الكادرة اصلا. ام رجع. بص مصطفى الشوبير خد خطوة. لان الموضوع صعب جدا انه يلحق الكرة. فام رجع الخطوة التانية. وقام عمل. بص بقى هنا مصطفى الشوبير نظرته على اللعيب قبل ما يلعب. لانه قاعد مساني ردد فعل. فمصطفى الشوبير خد الخطوتين وصدها. بص بقى بعدها مصطفى الشوبير راح يزعله وعارف يزعله بيقول له ايه. تمسك الراجل لحد هنا. تفاصيل صغيرة. هاي. تظلم مدير فني. هاي يا محمول. كبيرة جدا. اه. الله يا كريم. لا بس انت قلت حاجة حلوة انه مصطفى كمان عنده هو فاهم اللي بيحصل. هو فاهم ليه اللي عيد ده وتجيه هنا لوحده. طبعا. انه شايف. طبعا هو شايف كل حاجة على فكرة. انا دهاري بقول انه يوجه زبايله. ودي ميزة كبيرة جدا انه مصطفى الشوبير مش جون كويس بس. لا عنده كمان الدور القيادي ده. فابنتمنى له التوفيق. وبالمناسبة انا مش عاوز الايشادة بمصطفى الشوبير تبقى على طول. لان الطبيعي حارس المرمى يبقى متقلق. والطبيعي ان هو بيشيل اهداف يعني. ايه تاني على الاهل. اه ماشي. معايا ديئة. طيب ديئة بسرعة. ضربة حرة. ضربة حرة مباشرة. اه ركلة ركنية في اول مباراة النادي الاهلي. اه. كانت ممكن تخلص المباراة بدري بدري في الديئة واحد واربعين ثانية. النادي الاهلي هنا نرجع في ريم اللي قابله سريعا. الاهلي لما بيجي يلعب الكورنر ده. طبعا كل ياس عارف محمد عبدالمنع مonnaise كريم لما تيجي انت تبص مازنبي عمل حاجة غريبة جدا. مازنبي حاطة واحد قصاد علي معلول علشان الارتفاع بتاع الكورة واحط واحد على العرض القريبة. بص على الاربع بتاقل النادي الاهلي مع على الاربع بتاقع مازنبي بص على محمد عبدالمنهم واوسام ابو علي. هنا لما جاء علي معلول يلعب الكورة هتلاقي محمد عبدالمنع الفريم اللي بعده على طول. محمد عبدالمنهم عاوز يتخلص من الرقابة ويروح لعرض القريبة. ومين اللي عاوز ي علي معلول ما لعبش الكورة. فمحمد عبد الميناء ما شوح له بيقول له ما لعبش الكورة ليه. فمع الفريم اللي بعده يقول له استنى لحد ده مرجع. اما محمد عبد الميناء يمدخل تاني في وسط الزحمة. اول بقى مع علي معلول يجي لعب الكورة نفس التحرك حصل. بس بقى اول هنا بقى جاء في لحظة. عاوز او ريك على التمركزات بتاع تلعبي النادي لاي. عارف احمد عبدالقادر واقف هنا بيعمل ايه? بيعمل بلوك للراجل اللي معاه. عشان الراجل ما يقطعش على القريبة. محمد عبد الميناء ما يروح يقطع على القريبة. نكمل الفريم اللي بعده. وسامة ابو علي هيروح يقطع على البعيدة. عمر السلية سبق الراجل ووراها على طول رامي ربيعة. عارف كل ده ليه? عشان لو الكورة عدت من الاولاني. وعدت من التاني. وعدت من التالت تروح للرابع اللي عامل عليه احمد عبدالقادر بلوك. طب لو الكورة عملت باند تروح للراجل على الزاوية البعيدة خالص اللي هو وثامة أبو علي فحنت انت لو بص بص بقى على الساهمين دول لعبة النادي الأهلي سابقة لعبة مازين بيعمل عليهم بلوك والراجل لما كرة بص بقى الفريم ده الدائرة الأولانية دي الراجل كرة تقلش من دماغه كفريم اللي بعده كرة وصلت لوثامة أبو علي والجون فاضي بس حطه وعش جدا الفريم الأخير هيوريك أنه وثامة أبو علي كان تقريبا لوحده قدام الجون فالنادي الأهلي كل عارف ان النادي الأهلي بيذاكر محمد عبد المنعم بس كمارس الكولر دايما عنده الحل في الكورسات معلم حقيقة معلم والله